كان في حلول عجلة قدمتها الدولة المصرية لمحاولة وقف اطلاق النار ولإقرار هدنة إنسانية وللضغوط الدولية اللي مرستها الدولة المصرية لإدخال المساعدات برغم كل ده احنا شايفين ان مازالت اسرائيل بتحاول انها تستمر في منهج الابادة اللي هي بتحاول تقوم بيه مش بس بتحاول تبيد الارواح احنا شايفينها مازالت بتحاول تنتهج شكل تدميري للبنية التحتية لغزة وكأن ما تبقى القليل أقل القليل من ما تبقى من البنية التحتية ده مازال هدف ليه إسرائيل يعني إسرائيل منذ بداية العدوان وتزرعت بأن المستشفيات هنا هي مقر للمقاومة ومقر لحركة حماس وأن الأسرة موجودين تحت المستشفيات وبقيت 14 أو 17 استهدفت قسم الولادة في مستشفى الشفاء مستشفى الشفاء لا وكل المستشفيات مستشفى الأقصى العدوان الاندونيسي المعمداني القصفة من قبل طائرات المحتلة الإسرائيلي وسقط ما يزيد عن 500 ألف شهيد وكانت البداية لقصف المستشفيات الاندونيسي الوفاء قبل قليل المسنين تم قصفه مستشفى الشفاء تم تدميره بشكل كامل خرجت المستشفيات على الخدمة تم قصف العديد من الجامعات والمؤسسات في قطاع غزة فالهدف تدميري والهدف هو قتل والهدف هو التزرع بأن المقاومة تحت المستشفيات تحت المدارس وتحت المؤسسات يعني كل هذه الادعاة هم أطلقوا كذبات كذبة كبيرة وصدقوها وصدقتها أمريكا ولكن دخلوا الشفاء لم يجدوا أي شيء دخلوا المعمداني دخلوا الرانتيسي دخلوا كافة المناطق حتى قبل قليل كان هناك اشتباك فجر اليوم بين قوة إسرائيلية حاولت الدخول لأحد الأنفاق وقتل أسير إسرائيلي وقتلت القوة فالوضع خطير جدا إن لم يتدخل أمريكا في الموضوع بشكل مباشر مع الجهود المتواصلة من قبل الوساطة المصرية القطرية وأنا أتوقع أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك وقف وحل مؤقت وهدنة لأنه بدون هدنة لا تستطيع إسرائيل الحصول على عصرها شكرا شكرا